صباح الخير نحن نتكلم عن موضوع مختلف يريد تعمله لايك وسبسكرايب وسأسألكم سؤال في الآخر يريد تعمله تعليق هو أنه الموضوع كما ترون أنا لابس لبدة لبدة الفلاحي وجلبية فلاحي كان صعب أن تجد جلبية فلاحية وهي اللهجة الفلاحية لهجة وجه بحري بالذات في الدراما المصرية لأن للأسف على قد كل الأعمال التي تعملت عن الفلاحيين وعن كده طبعا أنا والدي من سوهاج والدتي من منوفية فعرف سوهاج وتعاملت مع سوهاج تحت وهي كما اسمها تحت لا تحت وتعاملت مع الناس من قصيوت المينيا طبعا كل محافظة وكل مدينة وكل قرية في وجه إبلي ليها أسلوب خاصة وليها لهجة خاصة برضو في الوجه البحري لي أسلوب خاصة إنما مشكلة الممثلين في الوقت ما بيجوا يعملوا دور وجه بحري إن هما عاوزين يبينوا إن هي لهجة مش قاهرية فبيخلطوها شوية بالوجه الإبلي يبتدوا يعطشوا الجيم يبتدوا يعملوا القاف جيم الكاف يقولوا بطريقة مثل الفلاحي شوية يعني إيه النط تبصت لقيت قلب بقى صعيدي مش فلاحي والوجه البحري برضو لي لهجات لما أنا هتكلم عن مهجة مثلا لهجة المنوفية لأن أنا كنا بنروح 3-4 مرات في السنة يعني كنا بنقضي وكل مرة بنقضي حوالي أسبوع هناك يعني كنت بقضي فترة وساعات كان ببقى فترة أطول من كده وساعات كنا بنروح أكتر من أربع مرات فلسن مثلا 16 سنة كنت يعني أنا وكنت ألبس الجلابية لما نروح ونتمشى ونروح نمشى على الغيط والزراعية ومش عارب إيه والحنطور وكده وهي قرية اسمها ميت خقان هي بعيدة شوية عن شي بين الكم مش بعيدة قوي يعني هي من القرى القريبة ونحن نعدي باب يتعدي على ميتة بوكوم ومصلحة وكده وبعدها هتلاقي فيه مليج وزوير قريتين كده جنب بعض الغيارين وشانوان شانوان أبعد شوية واللهجة بتاع الشانوان فلاحة أكتر من ميت خقان لأن ميت خقان معظم أهل ميت خقان أتلاقي إليهم معاملة مع شبين الكم يعني بيبوا شغالين في شبين الكم إذا كانوا موظفين أو تجار أو كده بيبوا فاتحين حاجات أو شغالين في حاجات في شبين الكم أو في طنطة والمنوفية والغربية هتلاقيهم دايما مع بعض يعني وعلشان كده تلاقي ناس كتيرة أصلهم من المنوفية وتربوا في طنطة زي مثلا الدكتور مصطفى محمود كان هو أساسا منوفي إنما تربوا في طنطة في مدارس طنطة ساعد بيبلعك صحيح بيبوا هو أصله من طنطة وفي بعض القرى اللي لحد مثلا سنة معينة كانت تبع المنوفية وبعدين بقت تبع الغربية يعني كان في قرى يعني أنا أعرف ناس كانوا من قرية مثلا لحد الثلاثينات والاربعينات كانوا تبع المنوفية وبعدين بقوا تبع الغربية اللي هي بتبقى قرى الحدود المهم في اللهجة بزير المنوفية هي بسيطة جدا وقريبة للقاهرين إنما أريد طريقة نطق أولا هو أو مثل النغم اللي يتنغم الكلام كان مثلا آ يقوله آي 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 كيدي مثلا أجيب لك تاكل أجيب لك تاكل كانت الطريقة التي هي التطويلة أجيب لك ما بيقولكش أجيب لك ولا تاكل ولا كده لا أجيب لك تاكل كانت كده طبعا أنا بقى لي زمان ما قالت هاش إنما أه ففي الفنانين بقى اللهم قدروا يجيدوا هذه اللغة طبعا قليلين جدا ومعدودين على الصواب أول واحد من الفنانين القدامة هو الأستاذ العظيم زاكي بي كروستوم هذا أنتوني كوين العالم العربي وأفضل كمان من أنتوني كوين لأنه جاسد هو طبعا من عيلة كبيرة ومثقف جدا ومتعلم جدا وهو طبعا معروف أنه عم الأستاذة ليلى روستوم وعيلة بكلها بشوات وبكوات ووزراء ويعني ناس محترمة جدا وتعليم عالي جدا وهو كان برضو ملازم ليوسف بيك وهبي وسلمان بيك نجيب والثلاثة دولا فضاع يعني من الـ background بتاع عائلتهم وعائلتهم وأصلهم وتعلمهم يعني ناس والأعمال اللي عملوها والحيال يعني ده ياريت تتعمل قصص حياتهم أو مثلا مسلسل كده عنهم هم التلاثة حياتهم كانت ازاي المهم هو في فيلم الحرام اللي هو عن قصة يوسف إدريس دكتور يوسف إدريس أيضا برضو في حادثة شرف بعض الممثلين اللي فيه اللي قدروا يجسدوا اللهجة حمدي أحمد معروف برضو بيسمى فلاح السينما المصرية مثلا في فيلم الأرض شاهدنا محمود المليجي برضو ده فضيع محمود المليجي حمدي أحمد صلاح السعداني صلاح السعداني لأنه برضو أصله من المنفية وحتى أخوه الصحف الكبير محمود السعداني كان ساعات يلبس الليب ده بعض منهم في فيلم الأرض يعني وعلى فكرة فيلم الأرض يعني عام لويوسف شهين اللي هو يقال إنه لم يرى قرية إنما هو درس أسلوب وحياة القرية قبل ما يعمل الفيلم يعني هو ما راحش قرية هو صغيرة هو مش من أصله هو ليه أصول لبنانية عاش في مصر في اسكندرية هو مولود في اسكندرية يعني اللي هو أعتقد دي مش فكرة كويسة لأن في حاجات بتقوله مولود في لبنان مولود في اسكندرية يعني ما تاخدوش على كلمة يعني بالضبط إنما هو دولاند في الجيل اللي بعد كده الأستاذ نور الشريف لما كان عامل في مسلسل كان اسمه لسه بحلم بيوم ده كان ده كان عامل الدور أعتقد أنه كان فيه أيضا الأستاذ صلاح السعداني اللي هو كان عنده عقدة وكان ما بيتكلمش مش فكرة هو ده نفس المسلسل ولا وكان فيه الأستاذ محمد توفيق كان أبوه محمد توفيق على ما أعتقد ومحمد توفيق من الناس أيضا اللي أجاده اللهجة الفلاحة أستاذ نور الشريف والأستاذ عادل إمام أيضا لأن الأستاذ عادل إمام له أصول هو من المنوفية أساسا فعرف يجيب اللهجة الفلاحة وبالذات بالطريقة المنوفية وهم الوجه ريب من بعضه إنما طبعا فيه بيطول الكلمة أكثر فيه بيقولها بطريقة أكتر أسرع فيه بيقولها بطريقة أبطأ فيه حسب وحسب لو أنت مثلا زي ما قلت من قرية ريبة من المدينة أو من قرية بعيدة عن مدينة مثلا غير شنوان شنوان عشان بعيدة ومنغلقة هي كانت قرية منغلقة أوي هتلاقيها اليوم طريقة كلام مختلفة عن مثلا المدينة بتاعتش بين القومة اليوم مختلفين نفس الشيء مثلا هتلاقي طنطة غير القرى اللي حوالين طنطة غير القرى اللي بعيدة عن طنطة وبردو منوفية لأن ليهم زي ما قلت بلكده ليهم دايما تواصل مع القاهرة يعني معظم هم ساعات بيشغال في القاهرة وبيروح وبيجي بالذات شوبرا شوبرا في مناطق كتير مليانة منوفية وانا فاكر كان في نادي اسمه نادي المنايفة في شوبرا كانت قهوة قرب أحمد حلمي كانت اسمها قهوة المنايفة وكانوا دايما بيعودوا عليها الناس من أصل منوفي وناس كتير من ميت خقان كانوا سكنين حوالين القاهوة داي لان جدي اللي كان عايش في ميت خقان لما كان بيجي مصري كان بيروح يزورهم وكان يعاد يقعد على القاهوة داي ف للأسف اللهجات ما بتطلعش كويس ما فيش دراسة كله وعايز سلق بيت زي ما بيقولوا فما ما بتبقاش وبالذات لما واحد بيبقى عارف اللهجة ما بيصدقش يعني في ناس ما بيصدقوا شوية انما دي مشكلة تمثيل ومشكلة مفروض يبقى فيه واحد خبير لهجات الممثلين المفروض يعرفوا فرق اللهجة ويعرفوا انهم ما يستسهلوش يعني مش عشان انت تعمل اللهجة تبقى ريب تبقى مختلفة عن اللهجة القاهرية فتروح جايب السعيدي على البورسعيدي يعني انا فيه عمل مرة شفته حسس كأن البنت بتتكلم شوية بورسعيدي على شوية سعيدي مش فهم اي اصلها منين وهي مسرحية يعني بالذات المسرحية لان انا قلت لك اه اوي مش عارب ايه مش عارب ايه مش حسس ان يعني هي طلع سعيدية ولا بورسعيدية ولا بدوية ولا يعني ما فيش اذا كانت مسرحية اذا كانت بالذات المسرحية كمان لان المفروض تتقن اللهجة اكتر بتعملها كل يوم ثلاث ساعات كل يوم او اربع ساعات كل يوم بتتكلم بنفس اللهجة يعني المفروض تبقى لبلب فيها نفس الشيء في المسلسل ما انت بتقعد ثلاثين حلقة بتتكلم كلام مالوش معنى بلهجة مالوش معنى فياريت يتعلموا اللهجات ياريت علشان يبقى فيه اقناع والناس تعرف كمان ما هو الدراما والتمثيل والفني وجسد الواقع وعلشان ده المفروض بعد مئة سنة اللهجات بتختلف واللهجة القاهرية يعني مثلا الميت خقانيين مثلا زمان يعني تلاقي الجيل الكبير كان بيتكلم غير الجيل الصغير يعني حتى على ايامية كان اللي من جيلنا مثلا او اكبر مننا شوية بيتكلم بطريقة قاهرية اكتر بكتير من الجيل اللي اكبر منه اكتر من الجيل اللي اكبر يعني جدود غير الاباء غير الابناء فان ده كمان ان الناس تعرف الله ده كانوا بيكلمه كده زمان اهلينا كانوا بيتكلموا كده يعني يا سلام يعني تبقى تأريخ للواقع فارد يبقى فيه اهتمام بالموضوع ما بقاش الموضوع سرعة يبقى فيه دراسة يروحوا يتعلموا يشوفوا يقلدوا الناس ويتعلموا من الناس اللي هي حاول التقلد يعني واحد زي زاكي بيك نجيب زاكي بيك روستوم يعني عرف ازاي ما هو اكيد راحوا يتعلموا وشاف اه نور الشريف ده ده يعني الناس دولا بيعلموا نفسهم اه ازاي ينطقوا ازاي كلموا ازاي يشوف يعني عمر الشريف في مواطن مصري كان متقن واراجوز كان متقن اللهجة الفلاحة ف ده كويس ان افتكرت قبل مقفل يعني عمر الشريف اللي هو برضو اصول لبنانية كان بيكلم في البيت فرنساوي وطالع من فكتوريا كاليج الانجليزية وراح قاعد في امريكا شوية وبعدين بقيت عمره كمله في فرنسا فهو عمر الشريف يعني ده بيكلم فرنساوي هو نايم كان انما اتقن اللهجة الفلاحة على كبر بعكس ما كان صغير اللهجة الصعيدة اللي كان في الفيلم اول فيلم لي طبعا كان صغير وما كانش تعلم اللهجات وكده لكن لما كبر اتقن اللهجة الفلاحة وعملها كويسة فيا ريت الممثلين يتعلموا ويعرفوا ينطقوا الحاجة علشان تبقى مقنعة وشوفكم على خير ويا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وعاوزكم يا ريت تكتبوا في الآخر مين اللي انتو بتشوفوه افضل من عمل دور الفلاحة او اللهجة الفلاحة يعرف ينطق اللهجة الفلاحة رجل او امرأة ومن النساء انا بعتقد ان سعاد حسني كانت ايضا افضل من عملت دور النساء وهنادي في رمضان الفيلم بتاع رمضان اللي هو كان طالع مدرس ايضا اتقن يعني هندي برضو الحقيق وقال عمل الدور كويس واتقن اللهجة الفلاحة فيا ريت تكتبوا مين اللي انا ما قلتوش او من اللي انا قلتوهم مين اللي بتحسوا انه هم افضل في اللهجة ويا ريت في النساء او الرجال ويا ريت تكتبوا التعليق ونشوف مين العمل الدور الأفضل شكرا شوفكم على خير